من رحمة الله الكريم وفضله إرشادنا بهداية القرآن فيه غذاء الروح إذ تحيا به وبه تذوق حلاوة الإيمان وكذا كزاد الصحة المنشود فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة متجددة نهديها لكم مشاهدين الأفاضل من قناة زاد الفضائية ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج زاد الصحة بدأنا الحديث في جهاز مهم وحيوي من أجهزة جسم الإنسان وهو بمثابة المصفاه المصفاه الذي يقوم بتحويل المواد الخام المختلفة إلى مواد مفيدة الجهاز الهضمي الذي يتعامل مع كل المواد الصحية النافعة والضارة سبحان الله ويقوم بالفرز عملية الفرز والفلترة فيقوم بأخذ المواد النافعة من مواد غذائية مختلفة أملاح معادن فيتامينات ويقوم بإذابتها حتى تصبح ذائبة في سائل الدم وبعد ذلك يقوم بعملية الخزن والاستهلاك حسب الحاجة والتخلص من الفضلات هذا الجهاز جهاز معقد وطبعا هناك رحلة طويلة تبدأ بدخول الطعام إلى الفم إلى أن يتم التخلص من الفضلات فبإذن الله نتابع معا رحلة الهضم والبداية مع بوابة الهضم فتأمل الأعضاء في أجسامنا سبحان مبدعها بذل إتقاني عادة المصانع المتخصصة بإنتاج الطاقة والمصفاه تعتبر من المشاريع العلاقة والاستراتيجية لأي دولة فنجدها دائما تحاط بدائرة أمنية وبوابات تنظم عملية الدخول والخروج لأهميتها الجهاز الهضمي له كذلك بوابات بوابات تتحكم بالدخول والخروج الجهاز الهضمي أو القناة الهضمية عبارة عن قناة هذه القناة متصلة بالبيئة الخارجية وبما أن البيئة الخارجية مليئة بالمواد الكيميائية والميكروبات فيكون هناك ضرر لكن المولى سبحانه وتعالى جعل مدخل ومخرج ومخرج الأنبوب الهضمي إرادي مدخل والمخرج إرادي ما معنى كلمة إرادي؟ كلمة إرادي معنى مدخل الجهاز الهضمي والمخرج انتهاء الجهاز الهضمي يحاط بنوع خاص من العضلات تسمى العضلات الإرادية طبعا هناك ثلاثة أنواع مختلفة من العضلات العضلات الإرادية والتي نتحدث عنها الآن هي العضلات التي تكون متصلة بالأطراف السفلية والعلوية في الأيدي والأرجل وتكون متبتة بالعظام وهي تحت سيطرة الإنسان أنت من تتحكم بالحركة فتسمى عضلات إرادية وهناك عضلات أخرى عضلات القلب موجودة في قلب الإنسان والعضلات المنسى التي تحيط في التجويفات الداخلية فالعضلات القلب وعضلات المنسى هذه لا إرادية العضلات الإرادية موجودة في مدخل والمخرج ما معنى عضلات إرادية؟ عضلات إيرادية أنت تتحكم أنت من تتحكم بدخول المواد إلى الجهاز الهضم إلى الجوف فالإنسان العاقل ما يدخل في فمه ما يدخل فيه إلا كل شيء طيب لا نسمع إنسان عاقل يقوم بإدخال التراب أو المواد الضارة أو السموم إلى دخل جسمه فهو يتحكم ويعرف أن هذه المواد قد تؤدي إلى ضرر وإلى مشاكل فسبحان الله تتحكم بالمواد الداخلة سواء كانت أطعمة أو مشروبات نفس الكلام أنت لا تسمح بخروج هذه المواد من الفم يعني لا يوجد إنسان عاقل يقوم بمضغط طعام ثم يقوم بإخراجه من فيه فأنت تتحكم لكن للأسف الشديد عندما نتحدث عن الكلام نجد البعض إلا من رحم اللسان خارج السيطرة الحديث كثير اللسان لا يسيطر عليها وهذه المشكلة الكلام واللسان سبب الأمراض والآفات الاجتماعية والمهالك حقيقة بارك الله فيكم بما أننا نتحدث عن مدخل جهاز الهضمي فالمدخل يتحكم بالهضم ويتحكم كذلك في الكلام فاللسان هناك الكثير من المحاذير الكثير من الآيات التي بيّنت والأحاديث الشريفة التي بيّنت أهمية حفظ اللسان وخطورة إطلاق اللسان وكثر الكلام فباللسان يوحد الله وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبه تبايع الحكام ويتبايع الأنام وتتم العقود ويحكم القضاء وتستحل الفروج فالموضوع خطير بارك الله فيكم الموضوع خطير فكما أننا نقوم بعملية التحكم والسيطرة بإدخال المواد وتجنيب المواد الضارة والمشروبات الضارة من الجوف أو خروجها بشكل لاعقلاني فلابد من وظائف الإنسان بما أنه مسيطر إراديا على اللسان وعلى مدخل الفم أن يحكم كلامه أن يسيطر على لسانه المولى سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اللسان إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب اللسان ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللسان قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة والآيات كثيرة في هذا المجال وفي الحديث كمان هناك الكثير من الحديث والتنبيهات النبوية التي تحذر من خطورة إطلاق اللسان وكثرة القيل والقال منها الحديث من كان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي الحوار الذي ذار بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعاد ماذا نصح النبي ماذا كان الهدي ماذا كانت النصيحة ما هي النصيحة كف عليك هذا اللسان قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال تاكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم اللسان الأمر خطير الأمر خطير يقول كذلك من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ضمانة بحفظ اللسان وفي كل يوم اسمع الحوار الذي يدور بين عضاء جسمك وبين اللسان إذا أصبح ابن آدم فإن العضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا فتأمل الأعضاء في أجسامنا سبحان مبدعها بذل إتقاني اللسان اللسان العضو الحساس العضو المهم إعجاز تركيب معقد دعونا نشاهد هذا اللسان وأجزاء اللسان وكيف يثبت هذا اللسان كما تشاهدون الآن اللسان عبارة عن عضلة عضلة من العضلات المخططة العضلات الإرادية التي تعطي الإنسان التحكم سواء بالحركة للحديث أو الابتلاع مثبت من الأسفل ومن الأعلى بالوجه بالفك طبعا لن نخوض كثيرا في التركيب التشريحي لللسان لكن فقط لنرى سبحانه وتعالى كيف صنع الله سبحانه وتعالى فنهاية اللسان مثل ما قلنا مثبتة ومتصلة بالبلعوم البلعوم المدخل الذي يؤدي إلى الجهاز الهضمي سبحان الله وهناك الكثير من الأوعية الدموية وكذلك الأوعية اللينفاوية التي تغدي اللسان بالتروية الدموية اللازمة سبحان الله إبداع إبداع فهو محاط بالعضلات ومثبت بالعضام سبحان الله وطبعا في الأمام اللسان متحرك وهناك بعض الطبقات طبعا تغطي سطح اللسان وهذه الطبقات تكسوها الآلاف من البراعم وفي مقدمة اللسان هناك الشفايف الشفتين بمثابة المفتاح الذي يسمح والشفتين عبارة عن طبقة مثل طبقة الجلد إلا أنها طبقة رفيعة جدا طبقة رفيعة جدا ولا يوجد فيها لا شعر ولا غدد عرقية لذلك لذلك دائما الشفتين تكون عرضة للتشققات في فصل الشتاء وتكون عرضة للجفاف في فصل الصيف مظيفة الشفايف طبعا تساعد في الكلام ومساعدة كذلك في الهضم التعبير تستخدم دوي الاحتياجات الخاصة يستخدمون الشفايف لترجمة الكلام الشفايف كذلك تستخدم لاحتفاظ بالطعام والشراب في تجويف الفم وكذلك الشفايف تستطيع أن تتشكل أثناء الرضاعة أو أثناء الشرب من بعض القنينات فتتشكل سبحان الله الشفايف حتى تسمح أو يصير تناسق ولا يصير هناك يعني فقدان للسوائل المراد شربها فسبحان الخالق وفي اللسان مثل ما قلنا توجد هناك الآلاف من البروزات أو النتوءات التي تغطي العديد من البراعم وهذه البراعم وظيفتها التذوق ففي اللسان هناك مناطق مختلفة للتذوق كل جزء في اللسان متخصص بتذوق جزء خاص كما تشاهدون الآن في كل منطقة متخصصة بنوع من النواع المختلفة من الطعام هناك الباب اللاي البروزات البروزات ويوجد على جانب البروزات براعم براعم متخصصة بالطعم وفي الأصل هذه البراعم عبارة عن خلايا خلايا عصبية هذه الخلايا عصبية مثل ما قلنا كل براعم أو كل خلية متخصصة بمذاق خاص لكن لا بد أن يتم إذابة هذه المواد باللعاب حتى يتم التعرف عليها من قبل الدماغ فالإنسان عندما يقوم بمضغط طعام أو الإقدام على شرب يعني الأشربة المختلفة يمتزج الطعام بالغدد اللعابية وبإذن الله إن شاء الله حديثنا في الأسبوع القادم عن الغدد اللعابية بالتفصيل ووظائفها وأهميتها بالنسبة لعملية الهضم فيتم خلط أو اختلاط أو امتزاج اللعاب بالمواد الغذائية وعندما تصبح هذه المواد سائلة سبحان الله الخلايا العصبية تستشعر هذه المواد فتقوم بتحويل المواد الكيميائية التي عبارة الطعام الممزوج باللعاب وتحولها إلى إشارات عصبية كما تشاهدون الآن على الشاشة يتم إرسالها إلى الدماغ لغرض التعرف وطبعا في الدماغ في كل منطقة في الدماغ في جزء خاص مسؤول عن ترجمة المذاقات المختلفة فسبحان المولى يعني إعجاز يعني لا نقول إلا سبحانك الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فحقيقة هذه اللسان عضو حيوي ومهم لجزم الإنسان ويجب علينا الحفاظ والحفاظ بصحة الفم والحفاظ على ممارسة العادات التي تعزز من صحة الفم ومن صحة اللسان كذلك حتى ننعن بإذن الله بلسان طيب طري خالي من الأمراض وخالي من المشاكل الصحية قبل العلاج وقاية وحماية وهما بوحي الله مذكوران مرحبا بكم من جديد اللسان بما أن اللسان مهم لصحة الإنسان فهناك كذلك أهمية خاصة باللسان يعد اللسان بمثابة المرآة للجسم ما معنى المرآة المرآة التي تكشف الحالة الصحية للجسم هناك عدد من الأمراض المختلفة في جسم الإنسان يتم تشخيصها بواسطة اللسان بمعنى تنعكس الحالات المرضية على صحة اللسان فنجد في بعض الأحيان ظهور البقع البيضاء على اللسان وهذا قد يكون مصاحب لاستخدام المضادات الحيوية أو بعض الأدوية الهربونية قد نجد في بعض الأحيان التهاب ضموري فتختفي هذه النتوءات نجد كذلك بعض الأحيان هناك تقرحات وتشرخات مختلفة في اللسان وممكن يكون كذلك المشكلة ناتية عن تغير سرطاني في اللسان فصحة اللسان مهمة وتعكس الحالة الصحية جسم الإنسان بشكل عام هذا كان باختصار عن أهم الاعتلالات التي قد تصيب اللسان في واقع الأمر تبقى معنا في هذا اليوم الحديث عن معززات صحة اللسان وهذا بإذن الله ما سوف نتحدث فيه إن شاء الله في الفقر القادم ابقوا معنا فتأمل الأعضاء في أجسامنا سبحان مبدعها بذل إتقان مرحبا بكم من جديد معززات صحة اللسان أهم معزز لصحة اللسان بل لصحة الفم بشكل عام وفيه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه مرضات للمولى سبحانه وتعالى ألا وهو السواك نعم وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام السواك بل عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو حتى في فراش الموت تعالوا بنا نسمع وصف عن آلية أو الوصف الصحيح للسواك كما جاء عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في فيه سواك يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع فكان يصدر منه هذه الأصوات وكأنه سوف يتقي ما معنى الكلام معنى الكلام أن هذا الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يستاك وكان يبالغ بالسواك كان يقوم بالسواك في أقاصي الحلق في مؤخرة الحلق ومن كثر المبالغة كان يعني يصدر صوت وكأنه سوف يتهوع أو يتقي طبعا نحن إذا تحدثنا هذا الكلام يعني في زمن سابق لا كانت هناك بعض الانتقادات أو لكن ماذا يقول العلم الحديث ماذا تقول المنظمات المعنية بصحة اللسان والفم اسمعوا العلم الحديث ماذا يقول يقول العلم الحديث في مؤخرة اللسان هناك شقوق ونتوآت وتكون أكثر عمق وأكثر غزارة في مؤخرة اللسان ويكون مرتع خصب لنمو الجراثيم التي تعود بالرائحة الكريهة على الفم وبتسوس الأسنان بل قد هذه الجراثيم يتم ابتلاعها وتعود بالضر على جزم الإنسان لذلك هذه المنظمات الخاصة تنصح باستخدام أدوات مختلفة لفرش مؤخرة اللسان بل وتنبه وتبين بأن قد يصدر في بعض الأحيان صوت للتقيق يسمى جاجينج ريفليكس ويعني تطمن الناس بأن هذا الصوت طبيعي وقد يزول مع الوقت فسبحان الله حتى الآن الملاحظة في بعض الشركات تقوم بتعديل فرشة الأسلام من الخلف حتى يتم استخدامها لفرش اللسان من الخلف سبحان الله من قل النبي عليه الصلاة والسلام بأن في غسل أو في سواك مؤخرة اللسان في من الصحة ومن طهارة الفم من لا ينطق عن الهوى وهناك كذلك العديد العديد من الحديث النبوية الصحية التي تؤكد السواك وأهمية السواك فكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال لو لا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي رواية ومع كل وضو وكان عليه الصلاة والسلام عندما يدخل بيته يبدأ بالسواك ومن العشر من الفطرة السواك وعليه الصلاة والسلام وهو في فراش الموت عليه الصلاة والسلام فقد أستاك فأهم معزز لصحة اللسار وصحة الفم السواك كذلك من معززة الفم الاكتار من شرب الماء استخدام اليخضور الخضروات الخضراء الزنجبيل هذه جميع بإذن الله تعزز من صحة الفم إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم لنا لقاء قادم دمتم في صحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رحمة الله الكريم وفضله إرشادنا بهداية القرآن فيه غذاء الروح إذ تحيا به وبه تذوق حلاوة الإيمان وكذا كزاد الصحة المنشود فيه آي الكتاب بأوضح التبيان في سنة المختار طب رائع ووقاية الأرواح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر